السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد نتمنى يلقاكم بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم مربة تين شوكي او كونفتير تين شوكي او الهندية كيجي رائع صحي و لديد و بطريقة بسيطة دغية كيوجد نستغلوا بها الفاكهة محد الوقيتة ديال هدبة كيجي لديد بزاف متأكدة غديعجبكم يلا جربتوه كما تلاحظوا معايا في المكونات غنحتاج الهندية او تين شوكي ومن الاحسن الحبات يكونوا طيبين كما تشوفوا معايا بهد الشكل هذا اول حاجة كناخد الحبات ديال تين شوكي وغادي نحاول نقشرهم كما تشوفوا معايا من الاحسن الحبات يكونوا طيبين مزيان يكونوا هكا حمرين باش كيجينا الكونفتير حلو وكيجينا زوين غادي نستمر بنفس طريقة غادي نقشر الحبات ديال تين شوكي بهذا الشكل هذا كما تلاحظوا معايا حتى غادي نقشر هاد الكمية اللي عندي بالنسبة لكمية كتبقى اختيارية حسب الرغبة ديالكم تقدرو تزيدو تقدرو تنقصو وبطبيعة الحال قبل ما نبدأوا نقشرو التين الشوكي او الهندية ضروري ما نغسله مزيان مزيان تحت الماء باش كنحيدو منو هادوك الاشوك غادي نستمر بنفس طريقة حتى غادي نقشر هاد الكمية هادي اللي عندي ونرجعو باش نكملو باقيات المراحل وبعد ما قشرت الحباس ديالي هندية بهذا الشكل هذا وقشرت هذيك الكمية كاملة اللي عندي غادي نجيب طحانة اليدوية وغادي نحاول نطحن هاد الهندية كيما تلاحظوا معايا اول حاجة غادي ناخد الهندية وغادي نحاول نقسمها اه لا جوج او لا لا تلاتة على حسب باش غادي تدوزلينا بكل سهولة في طحانة اليدوية بهذا الشكل بالنسبة لهاد المربة فغادي نديرو مع البودور يعني الحباس ديالهندية كاملين اذا بغيتوا تصفيوا الهندية من البودور فبامكانكم ولكن من الاحسن نخليوا البودور باش كنستافدوا من المنافع الصحية ديالهم سافيو كمده كنطحن بكل سهولة كما تشوفوا معايا حتى كنستخرج العصارة او الخلاصة ديالهندية مع البودور كنستمر بنفس طريقة حتى غادي نطحن الكمية اللي عندي كاملة بنفس طريقة وبعد ما كنطحن هذه الكمية ديالهندية اللي عندي كما تشوفوا معايا كنحصل عليها بهذا الشكل هذا الخلاصة ديالهندية مع البودور كمية فقط قليلة اللي كتبقى ديال البودور في الطحانة اليدوية وهذا هو القوام ديالها كما تلاحظوا معايا وده بغادي نجيب الحامض ومن الاحسن هكا نجيبوه الحامض الاخضر كيعطيوحد المضاق زوين بزاف المربيات وغادي نحاول نعصر فقط تقريبا ملعقة كبيرة ديالعصير الحامض الدور ديال الحامض هو انه كيخرج المضاق ديال الفاكهة اللي غادي نديرو منها مربا فهو كي تستعمل في جميع انواع المربيات وكذلك كيعمل كمادة حافظة سافي كنعصر فقط ملعقة كبيرة تقريبا بهذا الشكل هذا وغادي نخلي هاد الخاليط هادا بعد ما غادي نحركو باش غادي ندمج ليه الحامض مع الهندية غادي نخليه جانبا في التلاجة لمدة ديال ساعة او ساعتين غادي ندمجو فقط بالملعقة بهذا الشكل وغادي نحتفظ به جانبا حتى الوقت اللي غادي نطيبو كيما تشوفوا معايا هادا والقوام من بعد ما كتدود ساعتين تقريبا غادي نجيب كوكوت او طنجرة موهم شي حاجة اللي تكون تقيلة باش كنطيبو فيها هاد المربا بلا ما يتحرقلينا فبالنسبة ليه استعملت الكوكوت وغادي نوضع فيها الهندية اللي طحنت بهذا الشكل وبالنسبة الكمية اللي استعملت غادي نضيف كأس ديال العنبة ديال سكر سانيدة او سكر حبيبات تقدرو تزيدو تقدرو تنقصو الحلاوة كتبقى على حسب الضوك ولكن من الاحسن نعادله الكمية ديال السكر مع الفاكهة باش كيجينا المربا زوين وكنحاول ندوب هادك سانيدة مع الهندية بهذا الشكل هادا ومن بعد غادي نوضعها على نار متوسطة باش كطيب ليه هاد المربا او هاد الكونفيتير على خاطره وهنا كيما تلاحظو معايا بعد ما وضعتو على النار متوسطة كنخلي حتى كيبدأ كيغلي كيما تشوفوا معايا من الجوانب ومن بعد كنبدأ كنحركو باش ما كيلسقش لنا المربا في الجوانب ديال طنجرة او ديال كوكوت وهنا بعد ما غلى كجميع انواع المربيات كيغليو وكتطلع الغليا كنخليوها منقصة عليه الافية حتى كتحييد لنا هاد الكشكوشة هذي كيما تشوفوا معايا هاد الكشكوشة غادي نبقوا نحركو حتى غادي تحييد نهائيا وهذا هو المربا ديال الهندية او ديال التين الشوكي بعد ما برد وعمرتو في هاد القرعة اللي تكون معقمة كيما تشوفوا معايا كيجيب هاد الشكل هادا بالنسبة القوان فإلا بغيتو يكون تقيل اكتر فتقدرو تخليوها طيب المدة اطول يعني انتو ما كتحكموا في القوان ديال الكم فيتير كيما تشوفوا معايا كيجي من اروع ما يكون كيجي لديد بزاف كما صحكم تجربوه كيجي لديد وصحي ومع انه مربا وكيطيب فما كيفقدش الفوائد دياله باكملها كيجي زوين بزاف وصنع منزلي كيجي من اروع ما يكون هكا للإفطار وكيعطي وحد طاقة زائد ان المدق دياله روعة كنتمنى تجربوه كيجي زوين بزاف كما تشوفوا معايا مع هادوك البذور اللي صحيين كنتمنى هاد الفيديو كنعجبكم وتكونوا استفتوا منو وما تنسوش تدعموني بلايك تعليق اشتراك وبرتاج مع العائلة والاصدقاء الى عجبكم محتوى القناة وانطلقوا ان شاء الله فيديوهات جديدة وافكار جديدة خليتكم على خير الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة